رافعا جواز سفره الأسترالي خرج الموقوف عامر الخياط نهار الجمعة من سجن رومي المركزي الذي قضى فيه أكثر من سنتين بعدما برأته المحكمة العسكرية من تهمة أنه انتحاري خطط مع أشقائه لتفجير طائرة ركاب إماراتية فوق مدينة سيدني عام 2017 في قضية ضجت بها الصحافة الأسترالية القضية بدأت حين أعلن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق قبل سنتين توقيف عامر الخياط بتهمة الإرهاب بعد أسبوعين من توقيف الأمن الأسترالي أشقائه وبينهم بلال ومحمود للاشتباه في تورطهم في مخطة إرهابي بالاشتراك مع شقيقهم طارق الموجود في سوريا الذي يقاتل في صفوف داعش في معلومات جدية ساهمت فيها شعبة المعلومات قدرت أنها تحبت عملية كبرى لترجير طائرة عن خطوط الإماراتية متوجهة من أستراليا لأبوظبي بواسطة انتحار لبناني من بيت الخياط من الشمال المخطط كان يقضي بتفجير طائرة إماراتية على متنها أربعمائة راكب وهي في طريقها من سيدني إلى أبوظبي بواسطة عبوتين موضعتين في دمية باربي وماكنة لفرم اللحوم لكنه أخفق في اللحظات الأخيرة بسبب الوزن الزائد الذي حال دون إدخال العبوتين إلى الطائرة بعد ذلك أعلن المدعي العام الأسترالي أن عامر بريء لعدم علمه بما خطط له أخوه غير أن الانتحارية المفترضة بقي متهما في لبنان بسبب اعترافه بأنه كان يعلم بالعملية وأنه وافق على نقل العبوتين الناسفتين الجملة التي لم يقلها عامر بحسب مرافعة وكيلته جوسلين الراعي أمام هيئة المحكمة العسكرية ودست في المحضر من غير علمه غيرت مسار القضية ما نسب أنه اعتراف لعامر خيات كان مجرد كلمة بآخر التحقيق الأولي أنه أنا معي خبر أنه بدون يفجروا الطيارة إذا اعترفت تحت ظروف معينة ورجعت عنه أكيد منه سيد الأدلة نحنا هون قدام ملف بس الجرم منه بلبنان يعني مش القوى الأمنية اللبنانية لم اكتشفي المحاولة ولا مكتشفي القوى الأمنية الإسرائيلية أو البوليس الإسرائيلي هو اللي اكتشف هالجريم المفترضي بعت على إسرائيلها كذا مرة هل لديكم أي معلومة تتعلق بعمر خيات بالمؤابل البوليس الإسرائيلي عمل مؤتبنات صحفي عنوان الشقيق الذي أصبح انتحاريا دون أن يدري خرج عامر من السجن بريئا من تهمة أنه انتحاري فرحا بحريته بقرار جريء لرئيس المحكمة العسكرية العميد حسين العبدالله الذي رأى أن الاعتراف لا يمكن أن يكون السيد الأدلة عند عدم كفاية دليل الإدانة إلا أن فرحة المفرج عنه الكبرى على حد تعبيره خروجه من وطن ظلمه وأضاع من عمره 26 شهرا ظلما من دون أن يعود عليه أحد علما أن النيابة العامة العسكرية استأنفت حكم البراءة لتستكمل محكمته وهو خارج القطبان